بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا ضلاب وطالبات الصف الثاني ابتدائي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة اليوم مدتنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1443 الهجرة معكم المعلم عهود مطيري قبل البدء بأي درس تعليمي من خلال قنوات البث التلفزيونية قناة عين هناك تعليمات يجب أن أطبقها من أجل الاستفادة من درسي أولا أحرص دائما يا أبنائي وبناتي على اختيار المكان المناسب البعيد عن الضجيج أن أعرف أوقات بث دروسي التعليمية أحرص دائما على أحضار كتابي المدرسي وأدواتي التي أحتاجها أن أستمع جيدا إلى شرح المعلم أن أحرص على متابعة الدرس إلى أن ينتهي الوقت المحدد وأطلب من أولياؤنا الأمور التواجد مع ابنائنا وبناتنا من أجل المساعدة والتوجيه عنوان درسي لهذا اليوم هو الدرس الثاني سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأهداف التعليمية التي دائما نسعى لتحقيقها في كل درس من دروس مادة التربية الإسلامية هدف العام معرفة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمع الطالب والطالبة إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المعلم أن يشاهد قصة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الطالب والطالبة نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسم أمه أن يذكر مكان ولادته النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان أن يذكر مكان وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أن يعرف محنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة رعي الأغنام يعرف هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة يعرف الأماكن التي عاش بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء سيرته وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء الآن نريد أن نكمل ما توقفنا إليه في درسنا السابق من هو نبينا؟ ما اسم نبينا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم أين ولد نبينا؟ أين ولد؟ ولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ولد نبي في مكة المكرمة متى ولد نبينا في عام الفيل ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل من هو أبوه؟ من هو أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما حفظت في درسي السابق من هو أبوه؟ أحسنتم هو عبد الله أبو النبي هو عبد الله من هي أمه؟ أحسنتم هي من؟ آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب ما اسم قبيلته؟ ما اسم القبيلة التي ينتمي إليها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رائع قبيلة النبي هي قريش قبيلة النبي هي قبيلة قريش ما هي مرضعته؟ من هي مرضعته؟ من هي مرضعته؟ ما اسمها؟ أحسنتم هي حليمة السعدية مرضعة نبينا هي حليمة السعدية من هو عمه؟ من هو عمه؟ هو أبو طالب الذي تكفل برعايته بعد وفاة جده من هو عمه؟ أبو طالب من هو جده؟ من؟ عبد المطلب جده هو عبد المطلب جده هو عبد المطلب وذلك تعرفت على نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآن أريد أن نبدأ لعبة جميلة تتحدث عن الصفات التي اتصف بها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصفة التي اتصف بها نبينا موجودة بالصندوق ولكن بحروف مباثرة ما هي الصفة التي اشتهر بها نبينا؟ هل هي الصدق أم الكذب؟ أختار ممتاز صفة الصدق النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض قبل البعثة بالصادق يقال عنه ماذا؟ صادق ممتاز صادق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الصفة الثانية التي اشتهر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي محارب أم الأمانة؟ ما هي الصفة؟ أحسنتم الأمانة ممتاز يقال عنه ماذا؟ محارب أم أمين؟ ماذا يقال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز يقال عنه صفة الثانية بالأمين هذه صفات نبينا محمد قبل البعثة كان صادقا وكان أمين يلقب بالصادق الأمين الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد رحمة للعالمين ليخرج الناس من الجهل والظلام والضلالة إلى دين الحق ودين النور أرسل الله نبينا محمد على جميع الناس هل النبي محمد أرسل للعرب فقط؟ لا، النبي محمد أرسله الله سبحانه وتعالى بدعوة الإسلام إلى جميع الناس قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذه الآية توضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس جميعا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره في السابق كانت الناس يعبدون الأصنام والأوثان أرسل الله نبينا محمد وأنزل عليه القرآن ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك العبادات الأخرى من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة الذي يطيع الله يطيع الرسول والجزاؤه ماذا؟ هو دخول الجنة إن شاء الله الآن نبدأ بقصة الهجرة النبوية كيف بدأت هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نستمع إلى القصة يوما بعد يوم زاد عدد المسلمون في مكة وأصبح عددهم كبير وكثير غضب من؟ غضب كفار قريش غضبا شديدا وقرروا الذهاب إلى بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه فأرسل الله سبحانه وتعالى الملك جبريل عليه للسلام للرسول محمد حتى يخبره بأن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة مع صديقه أبو بكر الصديق من الذي أمر بالهجرة؟ هو الله عز وجل أمر نبينا محمد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لكي ينشر دين الإسلام مع صديقه أبو بكر الصديق عندما حل المساء وفي الليل تجمع كفار قريش وقفوا بالسيوف أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه حتى يقتلوه عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهدوء في الليل قرأه الآية التالية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أخذ الله بأبصار المشركين فلم يروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخرج نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة مع صديقه أبي بكر الصديق ذاهبا إلى المدينة المنورة وصل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى غار ما معنى الغار؟ هو فتحة في داخل الجبل الغار هنا فتحة صغيرة داخل الجبل وصل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختبأ هناك مع صديقه أبي بكر الصديق أراد الله أن تبني العنكبوت بيتاً على الغار أراد الله سبحانه وتعالى أن تبني العنكبوت على الغار بيتاً والنبي وصاحبه بالداخل كانوا داخل الغار غار ثور وصل الكفار إلى غار ثور نظروا فوجدوا ماذا؟ بيت العنكبوت خارج الغار الغار فقالوا لو دخل محمد لمزقت أنسجة العنكبوت وأنه ليس هنا عادوا إلى أماكنهم حمى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر الصديق وبعد ثلاث أيام تابع النبي سيره اتجاه المدينة المنورة حيث كان المسلمون ينتظرونه ذهب إلى المدينة المنورة ليكمله نشر دين الإسلام لما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كيف كان استقبال أهل المدينة هل هو استقبالهم مثل أهل مكة أم مختلف لما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي استقبله الناس بفرح بالغ وارتفعت أصوات التكبير الله أكبر الله أكبر في كل مكان وصاروا يغنون وينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وكل يريد ضيافة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فصار بناقته حتى بركت بمكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مؤمرة ببناء المسجد هناك ثم آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم بين المسلمون وبين المهاجرون والأنصار وهم من سكان المدينة المنورة ما اسم المدينة التي انتشر بها دين الإسلام واستقر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستقبلوه بفرح عظيم ما اسم هذه المدينة؟ ما اسمها؟ ممتاز اسمها المدينة المنورة كانت تطلق في السابق يثرب بعدما أتى النبي سميت بالمدينة المنورة ما اسم هذه المدينة؟ هي المدينة المنورة شكرا جزيلا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم لقصة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ألقاكم في رعاية الله